قال صلاة الفاتوح علي بن ابي كذاب علي بن ابي طالب ما قال صلاة الفاتح جاءبوا لفظتين واللفزتين ديال اللفزتان الجابن ابنه كثير ضعيفات ذاته عن علي بن ابي طالب ضعيفات في سند سلامة الكندي رحمه الله تعالى وضعيف انتهى الموضوع ولو ثابت ذاته نقول ثابت علي بن ابي طالب ما قال دي صلاة الفاتح وبتعدل ستة الف ختمة من القرآن جيب الكلام ده يجيبه من تفسير ابن كثير ولا من غيره ولا البداية والنهاية ولا كتاب من الكتب معتبر زي ما في جواهر المعاني جواهر المعاني والفتحة الرباني دا قال لقيت الرسول عديل في صحرا سيناء احمد التجاني وقال الداني صلاة الفاتح وتعدل القرآن ستة الف ختمة قرآن الحرف عشر حسنات قال صلاة الفاتح النجرام الرازل بتعدل ستة الف ختمة دا جماعة ما باطل الكلام ده في زول بجيب له كلام زي القرآن قل لين اجتمعت الجن والانس على ان يأتوا بمثلي بمثل خلي كم ختمة بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا انا لقيت واحد تجاني يقسم بالله في البلد بتعصب لهم قلت له النازل قاله احمد تجاني في صحرا سيناء لقى الرسول صلى الله وعيه يقظتني ترايك شنو قال لي يا اي لا قاو قلت لي يقظتن ما منامني يقظتن قال لي يا اي لا قاو قلت لي طيب لما الرسول في صحرا سيناء هناك حجرة عائشة في المدينة رضي الله عنها محل القبر كان في جوة ولا مرق صحرا سيناء الرسول عليه الصلاة والسلام هل خرج الى صحرا سيناء والقبر بيقى فاضي ولا هو في القبر وبرضو في صحرا سيناء بيقوا اتنين الله يقال لي سؤالك ده غريب جدا اول مرة يلاقينا قلت له خلاس استلم واستلم الرسالة خلاس وصلته ما اقول لي يا اخي قال الاستعانة بغير الله بالجوز قال لا نزول العطشان بيشرب موية لاناسي نجغم الموية ونجغم حامد برضو كله جغيم ما اقول يا اخي قال العطشان بيشرب موية اذا استعان بالموية اذا استعان بغير الله اذا دشرك لو قلت ده يا جمال استعانة دي عليك اسمين باختصار شديد جدا في استعانة بالمخلوق دليل قال تعالى وتعاونوا على البرجن والتقوى ولا تعاونوا عليك من العدوان وبسبب المخلوق واستعينوا بالصبر والصلاة الاية يا ايوه الذين امنوا ما في اواه يا ايوه الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين الى اخير ده فيما يقدر عليه المخلوق او بسبب الصبر وبسبب الصلاة يعينك الله سبحانه وتعالى ها السزول جاب له عربية بتاعد بوكسي شايل لي خمسة شوالات سكر قال والله انا براي كان شلتو بجيني غضروف قال لي واحد تعال عاوني ننزل السكر بيقدر يعاون ولا ما بيقدر بيقدر ده بجوز ولا ما بجوز في السنة في صيح مسلم والله في عاون العبد ما كان العبد وشنو في يعاوني اخي بيقدر عليه طيب دار ينزل المطر في مخلوق بيقدر يعينك لانه دام فيما لا يقدر عليه الا منه شفت الزول ده بلخبط كيف قال تجرب موية يستعين تبه الموية وكذا معناه الاستعانة بغير الله شو اللخبة كيف وقال لانه موسى عليه السلام فاستغاثه الذي ومشيعة على الذي من عدوي ما انا ما قلت لك اي دليل يجيبوه حج عليهم فاوكذاه موسى لانه موسى بيقدر هنا صح ولا ما صح يبقى بيشي بيقدر عليه ما في اشكال احنا ما يقولنا اشكال لكن الاشكال يكون غايب في بلد ويت في بلد لانه موسى عليه السلام كان جنبه ولا ما كان جنبه جنبه وقدر ادفع عنه الشر ولا ما قدر قدر اتا زول بتقدر جنبك هنا دي مويا استعنت بباسطة بلبن من الجوع استعنت بطحنية بالشطة ما عندنا معاك مشكلة ده ما شي مخلوق وشي هنا لكن شي زول غايب في بلد انا هنا دي ويوسف بشرمت فون في الجزيرة اقول لا الحقنية وفزعنية واعيني واستدل بالموية هتجاب يوسف للموية شنو هتجاب دي ليدي شنو يا استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه دي ما في اشكال ما ما شرك اما فيما لا يقدر عليه مطر جنة وقربة يكشف عنك ولا يكون غايب ولا ميت دي هو الشرك ما تلبس الحقب الباطل يا حامد يا مجرب طيب اخر شن امرى سبعتاشر وصاوا الوصية غريبة جدا قال لهن امسك في دين الاباكم واجدادكم قوي شوف الوصية ذا يوم حسد زول دين ولا زول لخبة في زول بوص زول يقول امسك في دين ابهاتك واجدادك واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل المفطلون ودي الشغل دي حجة الزمان اهل الباطل زمان انا وجدنا اباؤنا على امة وانا على اثارهم شنو مهتدون والاية مقتدون التانية انت لو زول دين ججد كان توصيهم باشنو بتقوى الله وتوصيهم بالرجوع لاشنو الكتاب والسنة مش الابهات مش الابهات الابهات ما كفرناهم الجاهل منهم نزع الله يرحمون والجاهل منهم ويتجاوز عنهم وكذا لكن ما معنى تتبع الاباه في الباطل تتبع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة بهذا تكون النجاة تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا وفي رواية شيئان تركت فيكم شيئين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي اشتركوا في القناة